السلام عليكم أصدقاء وأهلونا ومرحبا بكم في مقطع جديد وكالعادة على قناتكم جيمزبارك في هذا المقطع أصدقاء أحذرت لكم خطة أسطورية من أقوى الخطط الهجومية التي قمت بتجربتها منذ بدأت لاعب بيس أو اي فوتبولي أصدقاء من بين أكثر الخطط التي سوف تساعدكم على تسجيل أهداف كثيرة وهي متوازنة دفاعيا ووجوميا على ضمانة شخصي أصدقاء لن تندموا على تجربة هذه الخطة وهي من بين أفضل الخطط التي شرحتها حتى الآن أنا أصدقاء قبل أن تدخل في هذا المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك لهذا المقطع اشترك في قناة تفعيل زر الجرس سارك تعليق محفز لنا والآن أصدقاء نبدأ المقطع ونتعرف على هذه الخطة الأسطورية نقوم بالضغط على أكسترا يوزر انفوميشن دريم تيم بيس تيم بعد ذلك أصدقاء سوف نقوم بالتوجه إلى نورد اند سورتور امريكا بعد ذلك أصدقاء نقوم بالتغط على يوسيل تشامبينشيب كما تشاهدون هنا بعد ذلك سوف نقوم بالتغط على ثاني فريق معنا في القائمة نقوم بالتغط على دون باك باك مرة أخرى أصدقاء بعد ذلك نقوم بالتغط على فوتبول وورد جيم بلان المدرب فورميشن تشينج ديفولت وتظار معنا الخطة هذه الخطة الأصدقاء هي من بين أفضل الخطط المتوازنة دفاعيا وهجوميا نقوم الآن بدبط اللاعبين مثلا سوف أعتمد على اللاعب بابي هنا كما تشاهدون أصدقاء مثلا اعتمد عليه في مركز الجناحة الأيمن وسوف اعتمد مثلا على اللاعب هيونج مينسون في مركز الجناحة الأيصر مثلا في مركز الأيمن يمكنني اعتمد على اللاعب نايمار أو أي لاعب جيد معكم في مركز الأيمن في أصدقاء وكما تشاهدون فخطة متوازنة دفاعيا وهجوميا وخطة قوية بالنسبة للهجوم كما تعرفون أصدقاء فهذه الخطة إذا توفر فيها أجنحة فهي ضروري سوف تكون مناسبة للعب على الأطراف أو للاعب كرات عرضية كذلك أصدقاء فهذه الخطة مناسبة للونج بار كونتر وكذلك الكوي كونتر وحتى الاستحواذ واللونج بار يعني خمس أساليب لعب كامل أي ستايل لعب تلعب به فسوف تكون هذه الخطة جيدة معك وسوف تنفعك في جميع المباريات وهذا ما سوف نشاهدون الآن أصدقاء على أرضية الملعب سوف ننتقل الآن إلى مباراة ونقوم بتجربة هذه الخطة ونرى هذا أهاء على أرضية الملعب البداية ولا أحد يعرف كيف ستكون نهاية المشوار هذه المشاهد تجعلنا سعداء بمتابعة وحب كرة القدم هذه أمور لا يمكن أن تشاهدها دائما هذه الإثارة هيونج مينسون أنه كان عليه استغلال هذه الفرصة الآن برأيي أنه مجبر على الاعتذار لزومل هالند حطع في شباك يا الله الهدف المبكر يلعب كرة للجانب الأيمن نايمار يمروا يلعب كرة بيني هنا كرة رأسية يلعب كرة يا إلهي برأسك كانت اللمس الأخيرة في منتهى الروعب مجهود كبير من هالند هدف آخر مباراة في جانب واحد هذا اليوم ولكنها ضعت نايمار بابي يلعب كرة بيني هالند حطع في الشباك جول أروعي ينجح في التزيل آه يا ولد صاروخ عابر للقارات هدف ثمين بالتأكيد هونغ مينسون يلعب كرة كرة رأسية تلعب الكرة جميلة ينجح في استعادة الكرة كرة طولية في اتجاه هالند كرة تمر من الجميع هالند روعة 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 فرصة هجوم معاكس هذه لعبة خطيرة هنا امكانية هونغ مينسون يا إلهي سحك تام للخصم بلا رحمة مستمرون في تسجيل هدف هدف بعد آخر قوة كبيرة فرق كبير بين الفريقين بعد الأهداف يستجلها يستحق بكل تأكيد أن يحتفظ بكرة المباراة معه هذا ما يحب نشاهد الجمهور بالتأكيد الرغبة الهائلة في تحقيق الفوضي بعيدا على أن هذه المباراة كانت فقط مباراة أوفرا لتجربة الخطة إلى أنه هذا الماتش كان واحد من أكثر المباراة التي قمت بصناعة فرص محققة أو فرص سامحة لأتسجيل فيه مما يعني أن الخطة أسطورية وهجومية لا تقاري أصدقاء أنصحكم بتجربتها والمهم أصدقاء كان هذا كل شيء في المقطع اليوم إذا أعجبكم هذا المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك دائما شكرا على تفاعلكم مع المقاطع أصدقاء ولايكاتكم كذلك إذا كنت غير مشارك بعد لا تنسى الاشتراك في قناتي يا صديق وتقعي الزر أجرس حتى تتوصل بجمع المقاطع الجديدة على القناة إلى هنا أي انتهى مقطع اليوم أراكم معكم قادم إن شاء الله ودعا